وساطة تلو الأخرى ومبادرات سلام متلاحقة لوقف الغزو الروسي على أوكرانيا فلماذا يحتاج العالم لوقف الحرب وتحقيق السلام والعدالة؟ خلال عام ونيف من الغزو الروسي لأوكرانيا ارتكبت موسكو جرائم مروعة ضد الشعب الأوكراني مجازر وعنف جنسي واعتقالات وإعدامات وسرقة وتهريب أطفال تنوعت جرائم روسيا في أوكرانيا وطالت العالم فتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بعدة أضرار وأزمات عالمية في مقدمتها الأمن الغذائي ونقص الحبوب وارتفاع الأسعار مبادرات السلام تعددت من الأمريكية إلى الصينية إلى الإفريقية حتى تجاوزت العشرين باعترافات روسيا نفسها فتبدي موسكو موفقتها ظاهرياً بينما على الأرض تواصل قواتها ارتكاب الفضائع والأغرب من ذلك أن استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف بـ 12 صاروخاً أثناء تواجد وفد إفريقيا لبحث السلام لا تفاوض ولا سلام قبل الخروج من الأراضي المحتلة هذا موقف أوكرانيا الثابت الذي لا يتزعزع وهو حق مشروع وأساسي لهذا البلد الحر الذي يسعى بوتين للسيطرة عليه وإخضاعه خلال عام من الغزو أظهرت روسيا تجاهلاً صارخاً للمعايير الدولية والقانونية وعرضت أرواح المدنيين للخطر باستخدام الصواريخ الباليستية والأسلحة المتفجرة الأخرى ذات الآثار الواسعة في المناطق المقتضة بالسكان أما بوتشا فما تزال شاهدة على أفضع الجرائم الروسية فعشرات الجثث وجدت في الشوارع وعليها إطلاقات رصاص بالرأس وضرب بالهروات البنية التحتية كانت هدفاً رئيسياً للقصف الروسي فمحطات الماء والكهرباء والهاتف وغيرها كانت ضمن أولويات بوتين الذي سيطر عليه هوسه بمحو فكرة أوكرانيا ذاتها هويتها وشعبها وثقافتها ومؤسساتها وأراضيها العالم اليوم بحاجة إلى السلام وتحقيق العدالة فأزمة الطاقة لها تأثير كبير وعلى الرغم من أن الأسعار العالمية للنفط والغاز والفحم كانت آخذة في الارتفاع منذ أواء إلى عام 2021 فقد سجلت ارتفاعاً حاداً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ عقود كما تسببت الحرب في أكبر ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع منذ سبعينيات القرن الماضي حيث أن الاضطراب الناجم عن الصراع أسهم كثيراً في ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالقمح والقطن وقد تسببت هذه الأزمة غير المسبوقة في تداعيات للمستهلكين والحكومات على حد سواء حيث استنزفت الموارد المالية العامة وحدت من إنتاجية الشركات ورفاهية الأسعار